تبشر بولد تبشر بولد تسعد وتبشر ببنت تحزن والله يعلم لو عاش الولد كيف سيصنع سيكفرها أو يضربها أو أو إلى آخره أو يأتيها كل يوم بمشكلة والبنت قد تكون سببا في سعادتها هابأكم وأبنأكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع نوح عليه السلام رزق بابن ولكن هذا الابن هو ذكر لكن مات على الكفر والعياذ بالله أم مريم رزقت بمريم عليه السلام ولكنها سيدة نسائه أهل الجنة جعلها الله وابنها آية للعالمين جعلها الله وابنها آية للعالمين وهي تقول رب إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعذابك وذلتها من الشيطة الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة رسول الله رزق ببنات مات أبناء الزكور في الصغر وعاشت له فاطمة لكن بورك فيها سيدة نساء أهل الجنة وابناها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة فيا نعم ما هي أسرة كريمة فاطمة بنت رسول الله بعد أبيها الرسول سيد ولد آدم أبوها سيد ولد آدم زوجات أبيها أمهات المؤمنين أمها سيدة نساء أهل الجنة خديجة زوجها علي محب من أهل الجنة يحب الله رسوله ويحب الله رسوله ابنها سيدة شباب أهل الجنة هنيئا إنما يريد الله ليذهب عنكم ركز أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالله يعلم ونحن لنعلم